في الوقت الذي لا تملك فيه المملكة العربية السعودية أي قاعدة عسكرية أمريكية أو غيرها على أراضيها تملك قطر قاعدة العديد العسكرية الأمريكية على ترابها في هذه الأثناء الجيش الإيراني يهدد قطر وأي دولة تحتضن القواعد الأمريكية على أراضيها أنه لن يفرق في أي حرب قادمة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران بين هذه القواعد الأمريكية والدول المستضفة لها فقد أكد قائد القوات الجوية بالحرص الثوري لرنيع لحاجز هذا أن بلاده لن تفرق بين أي حرب محتملة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والدول المحتضنة لها لافتا إلى استعداد بلاده لدعم كل ما يواجه إسرائيل ومن يواجهها بما في ذلك الدعم الصاروخي وقال حاجز هذا حسب ما نقلت وكالة تسليم السبت لا فرق لدينا في أي حرب محتملة بين القواعد الأمريكية والدول المحتاضين لها وأضاف الكل أن كل ما تره من القوى الصاروخية في غزة ولبنانية تموا بدعم من إيران وتستخدم الصواريخ اليوم في فلسطين بدلا من الحجارة وتبعنا هذه القدرة الصاروخية غير قابلة للتفاوض ومن الخطأ أن يسعى أي شخص في التفاوض على هذه الأرض وكان وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف قد فد على حسابه الرسمي بيت وترسبت بأن معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى أن عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد قوة أمريكية بالمنطقة لجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرب ضد تهرانا وحضر ضريف ترامب من الإنجرار في الحرب وقال ستودعي هجمات إلى نتائج عكسية بشكل سيء خاصة ضد أصدقائك المقربين وفي وقت سابق نشرت القيادة المركزية لجيش الأمريكي صورا تظهر تحليق قدفات تابعة له من طراز بي 52 الاستراتيجية ترافقها مقاتلة سعودية حلقت فوق أجواء منطقة الخليج العربي لساعات ضمن مهمة لاستعراض القوة قبل العودة مرة أخرى إلى الأراضي الأمريكية بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز من جانبه رد قائد شرطة دبي لسبق الفريق ضحي خلفا على مزاعم بشأن عدم حضور أميري قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الدورة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي وجاء رد خلفا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر على مزاعم الإماراتي أمجد طهاء الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط بشأن عدم مشاركة أميري قطر في القمة التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الخامس من يناير الجاري فقال أمجد طهاء يغرض أن أميري قطر لن يشارك في القمة الخليجية القادمة من أين لك هذا الخبر الذي لم يعلن يا أمجد وكان الأمين العامل مجلس التعاون الخليجي الأربع الماضي سلم دعوة من العائل الصعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للشيخ تميم بن حمد الثاني أميري دولة قطر للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي كشفت صحيفة الجارديان البريطانية السبت عن تحول موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من الصعودية والإمارات وأنه يتجه للمصلحة مع الدولتين وقالت الصحيفة في مقال تحليلي أن أردوغان يمضي قدما لاستعادة العلاقات مع كل من الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي وأضافت في تحليلها بخصوص العام 2021 وتأثير الزعماء عليها أن أردوغان سيتشجع على التصالح مع هذه الدول بسبب تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة وانتهاء عهد دونالد شاب وأشرت الصحيفة البريطانية إلى أن الرئيس التركي سيواصل تدخلاته بشكل أكثر في سوريا وليبيا ودول البلقان والقوقاز وذلك من خلال الأعمال العسكرية والسياسية وأرجعت القاردين الاستمرار في هذه التدخلات لرغبة أردوغان في صرف أنظار شعبه عن الانهيار الداخلي في البلاد فضلا عن رغبته في تأجيج المشاعر القومية كانت السعودية والإمارات أعلنت تعالقتها الاقتصادية مع تركيا دون قرار رسمي في ذل توتر في العلاقات السياسية منذ أزمة المقاطعة الخليجية لدول قطر والتي ازداد تحالفها مع تركيا هذه المصلحة التي يسعى إليها أردوغان ستكون أياما قبل الحرب المدمرة التي تلوح في منطقة الخليج كما وصفها الضابط في الجيش الكويتي فقدر ناصر الدولة وضابط سابق في الجيش الكويتي أن منطقة الخليج مقبلة على مرحلة فاصلة خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن حربا مدمرة تلوح في الأفق قال ناصر الدولة في سلسلة تعاليدة عبر تويتر كنت ولازل مصر ومتمسك برأي أن ترامب لن ينسلم منصبه قبل تدمير المشروع النووي الإيراني لكن ذلك لا يتم إلا بعمل المشترك مع إسرائيل صاحبة المصلحات الأولى في هذه الحرب ونطنياه مقبل على انتخابات ولن يسمح لوزير دفاعه أن يشاركه بالغنيمة لذلك أتوقع أن يطرد نطنياه وزير دفاعه قبل الضربة أعتبر ضابط الجيش السابق أن كل ما تقوم به أمريكا من مناورة بالقوة مما السواحل الإيرانية هو الإقناعها بتقبل الدربة دون ردة فعل كبيرة كما تقبل الدربة تقاسم سليماني وفخر إزاذا لذلك إيران تصاعد في تصريحتها ومنورتها الكلامية بأن الرد سيكون شاملا وبين هذا وذاك يتوه المحللون في العالم وأنا أقول الحرب ستكون مدمرة وضف الحرب ضرورة استراتيجية عظمى لأمن إسرائيل فبقوا المشروع النووي لن يربع سنوات أخرى معناه امتلاك إيران صلاحة نووية وقدرته على صنع صواريخ عابرة للقارات لذلك تلتقي مصلحة اليمين المتطرف الأمريكي واليمين الصهيوني على ضرورة تدمير مشروع إيران النووي مع الاستعداد لتحمل خسائر كبيرة